موسيقى 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 السلام عليكم فيديو اليوم عن المانيبيوليشن أو بالمصطلح العامي اللي هي طقطة من طقطة العمود الفقر هذه التقنية هي أحد أسليب العلاج الطبيعي وتدخل ضمن نطاق العلاج اليدوي في العلاج الطبيعي هي تقنية مهمة جدا مفيدة جدا وبتساعد الميض بشكل كبير لكن هي بحاجة إلى خبرة جيدة لتطبيقها ويجب أن تكون تحت شاف مختص لتطبيقها بمعنى أنه هذا الفيديو والفيديو إن شاء الله الأسبوع الجاي هم فيديوهات للمشاهدة فقط لم يكن يطبيقهم حتى لو كنت أخصائي علاج طبيعي يجب أنك تتعلمها تحت شاف أخصائي يعلمك كيف تمسك يعلمك كيف تحط الوضعية صح وكيف تعطي القوة الثاست بشكل صحيح طيب ما الذي يحدث معنا؟ ما هي الطقطة؟ نسمع صوت أو بوب هذا نتيجة ما الذي يحدث؟ لأنه نحن نعطي بالنفصل السينوفي هي فقط الطقطة تحدث في المفاصل السينوفية هنا المفاصل هي ثلاث أنواع لا نتحدث عن ما هي ولا نتحدث عنها ولكن باختصار نتحدث عن النفصل السينوفي النفصل السينوفي فيه يكون أكثر من عظمة أو عظمتين أو أكثر ويكون محاط بكابسولة ومحاط بالسائل السينوفي ومن المثلة عنها طبعا الرسوغ الكوع الكتف الفاخذ ركبة والقدم وأيضا كمان نسويها الطقطة في العمود الفقاري بين الفقاري الآن اللي نسويه نحن نمنع القوة معينة فنفصل أجزاء لنفصل عن بعضها لما نحن نفصلها طبعا هذا الموديل ليس سيضبط لما نحن نفصلها نحن نلف نلف هنا تمام فمتكون تجويف بين الفقارات خلال هذا التجويف طبعا مش رح يبين لأنه هذه ثابتة خلال هذا التجويف بتكون لنا فقاعات أو بتدخل بتدخل فقاعات الغازات طبعا الغازات اللي موجودة داخل الجسم اللي أمثل عليها تاني يفسد الكابول فبتدخل في بين هذا النفصل اللي احنا عملنا بنعمله عملية الإزاحة أو التطقيع المنبيوليشن ف بتكون أن الغازات تصيب على شكل فقاعة هذه الفقاعة سواء ما انها بتنفجر أو بتفقع بالمصطلح العامي فبتطلع لنا الصوت اللي منسمعه اللي هو هذا هيك بتسمع هلا ممكن في بعض الأحيان انها ما تكونش هذه الفقاعة فما منسمعوش لكن احنا بهمنا عملية التكنيكة أو عملية الطريقة اللي منسوي فيها يعني سواء اسمعته أو ما اسمعته للصوت العملية صحيحة إذا كانت بتسويها طريقة صحيحة بكل تأكيد يعني طيب هلأ ما الدواعي ما الحالات التي تستدعي انه نسوي لها عملية الطقطة وما شغلتين والحكي هون كمان ما منعيد ونذكر انه طقطة العمود الفقر أنا بحكي ما بحكي عن باية المفاصل كل المفاصل ممكن انه نسوي لها طقطة طيب الدواعي الاستخدام لهذه التكنيك المنبوليشن شغلتين اما انه يكون ألم في أسفل العمود الفقري اللي هو low back pain والشغلة الثانية انه يكون إلي في الموونة في الشموبيلتي الموونة تكون قليلة في العمود الفقري يعني مثلا الواحد لما يجي لف ضخا ومصال او يطاخل او قدام او الواب يكون صعب عليه فهذه الحالات هي التي تستدعي انه نعمله منيبوليشن اما الحالات اللي ممنوع نعمل منيبوليشن فهي صرحة طويلة لذلك انا سجلتها على وراء عشان ما انساش اشياء منها اول حالة عندنا تمزق في عضلات واربطة الظهر عندنا العمود الفقري محاط بعضلات وباربطة طبعا اذا كان فيها التمزق فممنوع نعمل للواحد هذه التقنية العلاجية الشغل الثاني اذا كان عنده ورم او سلطان في العمود الفقري او في النخاع الشوكي ممنوع نعمل معه منيبوليشن اذا كان عندنا هناك تكلسات التكلسات سواء بكل انواع هذه سواء كان عنده حالة تكلس في جميع الفقريات اللي هي حالة اسمها انكلوزنج سفونديريتس او اذا كان عنده تكلس بفقريات معينة اللمبر سفونديلوزز بالجهتين ممنوع يعني بيكون عنده ندقات عظمية تطبط على الفقريات وتضغط على العصب وتسوي له مشاكل فممنوع نسويها اذا كان انسان عنده هايبر موبيلتي عنده مهونة عالية يعني مثلا انا انا اشبهها على الاصفاء لكنها على العمود الفقري يعني فيه ناس تلاقيهم انه اصابيحهم تتني بالشكل عندهم مهنتهم كثيرا عالية فهدول ممنوع نستعمل معهم الماليبيوليشن الناس هشاشة اعظام او بداية هشاشة سواء osteoporosis او osteopenia بالجهتين ممنوع الحالات التي تستخدم أدوية استوادية لمدة طويلة اللي هم الكورتزول وجماعة الكورتزول لمدة طويلة هذول برضو ممنوع نسوي لهم نتقطيلهم ظهرهم حالات الانزلاق الفقري ليس الغضروفي الانزلاق الفقري اللي هي سبونديلو لايثيسز كمان اللي عندهم ضعف بالإحساس الطافة يعني اجريهم ما بحسوش فيها كمان هدول ممنوع اي شخص غمل عملية في العمود الفقري مهما كان نوع العملية يعني سواء تسبيت فقرات او شفط للغضوف او كسر عظمه من الفقر من الفقر برضو ممنوع في احكمان حالات اللي هي التصلب الشريان التاجي اللي هو بنقوله بالانجليزي Abdominal Aortic Aneurism هذول الحالات كلها هذول اللي قدرت اتذكرهم واحفصل عليهم يعني ممنوع ان نسوي معهم عملية Manipulation يعني زي ما انتم شايفين انه الحالات التي تستدعي Manipulation شغلتين يعني الحالات التي مسموحة ان نسوي لهم عملية الطقطة شغلتين وكل اللي اسمعتوه منوع فهي عملية خطة جدا مشاكلها ومضاعفاتها اذا عملت بطريقة غلط قل لا تحمد عقباها من المشاكل المضاعفات اللي ممكن تصيع ممكنها يصيع النشر الدماغي ممكن يخش الواحد في جلطة ممكن يصير عنده شلل في العمود الفقري ممكن العصق الشريان اللي رعبه رئيسي ينضغط وطبعا لما ينضغط يصوي له مشاكل جلطة ممكن يصير عنده دوخة دواران تمام الشرل اللي حكينا عنه هذا الشغلات مهمة جدا انه الانسان اللي بد لازم ياخد حضار منها مدة المانيبيوريشن هي أجزاء من الثانية لكن عواقبها وخيمة جدا عشان هي كرجاء زي ما قلت انه هذا الفيديو هو فقط للمشاهدة ما تطبقوهوش اه احنا هلأ احنا هلأ احنا نصويركم احنا نفرجيكم احنا نفرجيكم عملية الملبيوريشن كيف تصير وفيديو الجاي ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا سوف افصله ويعني احنا سيكون نفس الفيديو فش في اي اختلاف لكن احنا سوف افصله جزء جزء كيف البضغية كيف تحط العيان كيف بتوقف وين بتمسك وبتعطل القوة هذا لطلاب العلاج الطبيعي اللي محبوا يتعلموا التقنية لكن احنا رجاءا بعيدا بكر انه ما حدش يطبقها الا تحت اشرافة خصائية حد يعلمك كيف تسويها يعطيكم عمل فعل بس تفظهة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة